سوف نعود لكم بطريقة جيدة سيد خطب واحد لبنت وفي عيد الميلاد ومشا معها أخوها أمها وجوج صحاباتها ومشاون هذا العيد الميلاد واحد شوية تفرقت الجوقة هو يقول لي أخو ذاك البنت قال لي يجب أن نسكروا شوية قال لي أخو وهم يسكروا ومسكروا واحد شوية ومما واخته قالوا لي إحنا سنمشيوا ومشيوا وخلوا بقى معها غير خطبة ديالو يعني بقى معها غير خطبة ديالو وبوحدها وقال لي خطبة ديالو أش بقى نديروا الليلة الدخلة اليوم نحيدوها علينا حتش منها قديم كل هذا كيكونوا الضغوطات وكيكون الفرع لنكونوا مضغوطة اللهم نحيدوها علينا دابا مع العلم أنهم بقى من هنا مخطوبين قال لي هو مش مشكي hunted وهو معه يبدو� لعائلة قال لي غير مش كيل مرحبا قال لي قال النهار قلت لها واخه قلت لي باتي مشي للطوالات جات أعزكم الله رجعت منها رجعت يتقول لي شوف هادين تفاوضو قلت لك تفاوضو وبقات مرة مرة كتكالي بيدها مرة قلت لك انا يا منين دخلت عليها قلت لك مشا كي يجري واحد شوية قلت لك احسيت بي مشا كي يجري وهي تضربه بوحد الغوطة ونادس قلت لك مني نادو وشعلتو وهو يلقى بحل ذا بحين عجل قلت لك الدمائيه قلت لك دمائيه دكشي كتير واحد الروينه تماما ايضا ما فهم والو قلت لها كيفش قلت لها انتي اصبرا مفضيه انتي را مسالي مدرك لك انا والو ورادكشي را مشا كي يجري ايد قلت لي وش انت كتستع ليه ولا مالك قلت لها غمشو دابل عن الطبيب غمشو دابل سبيطار وانتشوفو شغانيرو هي مبغاش مبغاش قلت لي لاش كتقول ما كتقول قلال لوالو وهو يديها لعن الطبيبه فش اداها لعن الطبيبه لقاها انها الطبيبه خرجاتو وقلت لي شوف احنا راه محلافين حنتو مت يكونوا مقدين الحالة بقلت لي شوف احنا محلافين اه قلت لي هرا غدين جيك صراحة هاد السيدة هادي مراتك راه ها دربات راسها بشي حاجه حاد وضربتها في مكان دي الباكار شي على جدازها بذيك الكيميه ها ديك وراها هي ماشي بنت وهو يقول هال هاد الخطيبة دياله قلها قلها شوفك انت بتي تقاول بيني دبا واحد فرعك وتجي عندي انا تلسق فيها وزيدها عليها بالنصب قلت لي الصراحة زيدها عليها بالنصب الله يعوننا معاونك هو يفضي معها هادي هي القصة اللي عودت هديكم حنت هو كاتبها شارحها براسها بحال هاد الفعيل لي الاسف ما تقلقوش مني بحال الفعيل هادو كيديروهم بزيف بزيف ديال البنات كاتمشي كاتت بيزعمة تقاول بدري تقولي اللي حقرها تتغود وواواوا هادو زمرها ولي دار ذاك الشي ورا ما ديروا بزيف ديال الناس عندهم ديال العقلية ديال انهو هذيك الختم ديال الله سبحانه وتعالى ماشي بضرورة يكونو هادا ولكن اللي ما يحز في نفسي واللي كيدررني في خاطري بزيف واناو كينين شي وحدين اللي كانت مثلا تكون ديرها غوراسيون معاشي واحد اللي هذيك هو اللي مول دعوتها وتكون مثلا كانت اخذ منه الفلوس اولا كانت ديرها مهنة يعني ما خلت ما دارت الوعوع وعليك حلين دارتهم وفي الاخير تجيت بان شريفة على وحد الانسان اخر وقعت لها اكسيدون ولا مثلا غلطات نحنا نقول وقع مثلا غلطي وقعت لك اكسيدون وقعت لك وحد الفلاش وقعت لك شي غلط اكتب عليك المكتاب شي حاجة ولا كنتي كنتي كتمشي برجلك لعند دراري ومن هناية ومن هيا وتخلصي وتشطحي وتسكري ومعتش نديري وفي الاخير تجي عندول الناس تديري راسك شريفة عفيفة يا اما كتجرحي راسك يا اما كتقولي لي انلاحق انت درتي واحدة اما انت ما عرفتيش يا اما تخلي عيتي تسكر ويعربط مزيان وتقولي لي صافردك شلازو كتخلي حتيك عربط وتقول لي انت مندعوتي حشوما 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 السلام عليكم